بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته هو الشهر الثامن من الأشهر العربية شهر شعبان من التشعب كانت العرب إذا حل هذا الشهر تشعبت في الطرق وفي الجبال وفي القرار وفي الأرياف طالبة للرزق لا تجد عربيا في هذا الشهر ماكثا في بيته أو جالسا تحت ظل خيمته فكل الناس تسلك طرق النضال تسلك طرق السعي والبحث عن الرزق فسمت هذا الشهر بشعبان وهو الشهر الذي يسبق الشهر الكريم شهر رمضان شعبان إيذان بحلول البركات وحلول الرحمات وحلول النفحات شعبان إيذان بحلول شهر القرآن الكريم شعبان إيذان بحلول شهر العتق من النار شعبان إيذان بحلول شهر الرحمة والمغفرة شعبان إيذان بحلول شهر التسابق إلى الخيرات ولذا كان رجال السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا يسمونه أي شعبان بشهر القراء فكان الاعتناء فيه بقراءة القرآن الكريم كان الاعتناء فيه بتلاوة القرآن الكريم كان الاعتناء فيه بالتسابق في تلاوة وقراءة القرآن الكريم كان الاعتناء فيه بالعيش مع القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا الشهر شهر الصفاء وشهر الاستعداد للصفاء فكان صلى الله عليه وسلم لا يصوم شهرا من الأشهر كما يصوم من شعبان وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الشهر كله ولا شك أن الصوم يؤثر تأثيرا إيجابيا واضحا في معنى صفاء النفس ومعنى زكاة النفس ومعنى نقاء النفس ومعنى خفة ونشاط النفس في الطاعة والعبادة والقربة ولعل هذا من الأسرار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبها ويسعى إليها ويبحث عنها وهو يكثر من صومه في شهر شعبان كان يعين نفسه على أن تكون صافية مع أنها صافية بالفطرة أي كان يعلم أصحابه ويترك التعليم لأتباعه كي يسلكوا مسلك إعانة أنفسهم على النقاء وإعانة أنفسهم على الصفاء وإعانة أنفسهم على التزكية لأنهم سيستقبلون بعد ثلاثين يوما من شعبان سيستقبلون شهر رمضان سيستقبلون شهر القرآن سيستقبلون شهر الرحمة والمغفرة سيستقبلون شهر العتق من النار سيستقبلون شهر الجنان سيستقبلون شهر مضاعفة الخير ومضاعفة البركة شعبان معاشر الأحبة في الله هو شهر إعانة النفوس على التزود وإعانة النفوس على النقاء وإعانة النفوس على التزكية فكل ما من شأنه أن يعين النفس البشرية على أن تكون نقية زكية هو أمر مرغوب في شهر شعبان على رأس ذلك تلاوة القرآن الكريم وصوم أيام من نهار شهر شعبان والذكر والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح والحمد والتهليل والتكبير والثناء وكل ما من شأنه أن يعني يوصل النفس إلى تلك المراتب السامية مراتب الأنقية مراتب الأصفية كي تستقبل الشهر الكريم بكل معاني الكرم وبجميع معاني الجود نسأل المولى العلي القدير أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر